طيب يوسف عليه السلام لمواجهة السنين الشدات في أزمة المجاعة في مصر وضع خطة اقتصادية بالغة في الحكمة والدقة نعم يعني أولا أولا أعدهم نفسيا لمواجهة ما سيأتي جميل وأخبرهم بأنه ستكون هناك سنوات رخاء ثم ستكون هناك سنوات قحط ثم ستنتهي سنوات القحط في العام الخامس عشر سيكون عام رخاء فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كيف يتم التخطيط لهذه الأعوام الخمسة عشر قالت تزرعون سبع سنين دأبا متتابعات ما هو زراعة عادية لا زراعة ليلا ونهارا شغل متتابع وعمل أكثر من العادي طيب وإذا زرعتم ماذا استفعلون فذروه في سنبله حتى ما يأكله حتى ما تصيبوا العفونة نعم سبحان الله طيب إلا قليلا مما تأكلون يعني في السبع هذه عندكم إنفاق أو عندكم استهلاك استهلاك السبع هذه سيكون أقل من العادة لازم تقللوا عن العادة لتوفروا للسبع التي بعدها سبحان الله فلاحظوا كيف أول شيء قال دأبا يعني لازم يكون فيه عمل دأوب في الزراعة نعم وما رح يكون فيه هناك استهلاك يعني كل واحد ما أخذ راحته لا استهلاك مقنن استهلاك مقنن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سفعوا انشذاد يأكلنا ما قدمتم لهن يعني هذه السبعة سا يعني تستهلك المخزون تستهلك الايش؟ المخزون الاحتياطي الذي أعدى للمستقبل إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك كعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فأعطاهم نظام الزراعة والعمل ونظام التخزين نظام الإنفاق يعني كيف ستتم الأمور في خلال السبعة هذه؟ ترجمة نانسي قنقر